مرحبا متابعيننا من جديد على قناة الماني علماشي معاكم عامر بهاي سلسلة اللي رح نحكي عن الأزمنة باللغة الألمانية وعن الأفعال الشاز هبلش بزمن الحاضر وبعدين البيرفيكت وبعدين البغتيغيتوم بعدين مستقبل واحد مستقبل اثنين بالإضافة زمن الحاضر المستمر اللي حكونا بالمدارس انه هو مش موجود بس فينا نتحايل عليه لن نستخدمه بسبب أهميته فزمن الحاضر أو المضارع هو أكتر زمن مستخدم والأهم باللغة الألمانية يعني هو الواحد من لما يفيق من الصباح عنده استخدام للزمن الحاضر فأول شي بدي أحكي قيمت نحنا بنيستخدم الزمن الحاضر وكيف منبني الزمن الحاضر فيني أحصل الأوضاع اللي بيستخدم فيها الزمن الحاضر لأربع أوضاع الوضع الأول لما أصف عمل عم بيحصل هلأ فبتكون جملة عندي كتير بسيطة ضمير الفعل مصرف مع الضمير بعدين بضيق في يتست وبحط لأكوستيف أو التاتيف يعني أنا بدي أحكي أنا عم بقرأ كتاب الآن أنا أقرأ الكتاب الآن فبحكي إش لازه يتست داسبوخ تصف الزمن الحاضر وجود يتست الآن وعندي الجملة كتير بسيطة إش الضمير وعندي لازن فعل لازن بصرفه مع إش بصير إش لازه يتست داسبوخ أو مثلا إش شبيلة يتست فوسبل أنا ألعب الكرة الآن إش شبيلة يتست فوسبل الوضع الثاني لإستخدام الزمن الحاضر هو وصف عمل دوري يعني عمل أنا بعمله كل يوم أو كل شهر أو كل أسبوع أو عمل ما بعمله أبدا يعني أنا بروح كل يوم أسبح بحكي هو مستخدم حصرا الحاضر إش جاية يدن تاك شفمن أنا أذهب كل يوم للسباحة إش جاية يدن تاك شفمن يدن زون تاك شبيلة إيا فوسبل كل أحد بلعب كرة قدم يدن زون تاك شبيلة إيا فوسبل أو عمل ما بعمله أبدا يعني بدي أحكي أنا ما بروح أبدا أسبح إش جاية يش فيمن كمان حاضر إش جاية يش فيمن أو ممكن بدي أحكي مونتاكس ما خي إش نيش بورتز أيام التنين ما بعمل رياضة مونتاكس ما خي إش نيش بورتز والحالة الثالثة لوصف الحاضر هي وصف عمل مستمر بدأ معي من الماضي ومستمر إلى الآن يعني نقطة بدايته من الماضي ولهلأ مستمر مثل مثلا لما أحكي أنا بروح من 6 سنين أسبح أو هو بلعب كرة قدم من 5 سنين هون حصرا كمان عندي زمن حاضر فبحكي إش جاية زايت 6 ياغن شفمن إش جاية جاية الفعل جاية ما أصرفه مع الضمير إش إش جاية زايت منذ 6 6 ياغن شفمن من 6 سنوات زايت 5 ياغن شبيلت إياه فوسبل من 5 سنين بلعب هو كرة قدم عندي هون زمن عندي حدث بدأ بالماضي ومستمر لهلأ من 6 سنين بروح أسبح من 5 سنين بلعب كرة قدم والوضع الرابع والحال الرابعة والأخيرة اللي أنا بستخدم فيها الزمن الحاضر لحتى أصف المستقبل ممكن يفاجئكم هالشيء بس هاد من أكتر الحالات المستخدمة باللغة الألمانية لتشير للمستقبل وهي عبارة عن جملة نفسها بس بحط مع زمن مستقبل بحط ظرف للمستقبل يعني مثلا أنا بحكي أنا بكرة ورايح أسباح فبصير مع أني حطيت كلمة بكرة فهي بتشير للمستقبل فبحكي إش جاية مورغن اش جاية مورغن شفمن مورغن جايش انس كينو مورغن جايش انس كينو الأربع أوضاع خلصناه نهلا بنعمل شرح أو مراجعة سريعة الأربع أوضاع أول وضع لما أصف أنا حالي لما أصف عمل عم بصير معي هلأ مثل إش لازي يتس داس بوخ لما أصف عمل دوري مستمر معي بعمل كل يوم كل شهر كل سنة أو عمل ما بعمله أبدا مثل إش جاية يتن تاك شفمن أذهب كل يوم للسباحة أو دا إش جاية ني شفمن وضع الثالث لما أصف عمل مستمر بلش معي من الماضي ومستمر معي لهلأ يعني لما أحكي أنا بروح أسبح من ست سنين بحكي إش جاية زايت زك سياغن شفمن أو لما أصف أو الزمن الحاضر الحال الرابعة بتشير للمستقبل وهون بستخدم زمن غدا شهر القادم وهذه الحالة مستخدم كثير باللغة بالحديث لتشير للمستقبل هي نفس الجملة بالزمن الحاضر بس بضيف عليها الظرف زمني بشير للمستقبل مثل لما أحكي إش جاية مورغن شفمن إش جاية مورغن شفمن مورغن جاية إش إنس كينو هلا كيف بناء الزمن الحاضر لأبني الزمن الحاضر أنا بحاجة لأعرف شو جزر الفعل شو أساس الفعل الجزر الفعل باللغة الألمانية بسيط هو الفعل نفسه مثل ما بنعرف لأفعل باللغة الألمانية دائما متنتهي فأنا لما أقيم الأن أو الأن مثل عندي هم ماخن إذا قمت من الأن صار عندي جزر الفعل ماخ فمع كل الضمير باللغة الألمانية في تصريف على الفعل يعني مع إش بحكي إش ماخ هو جزر الفعل بحط إش ماخ مع دو بحط أست إش دو مخست دو مخست الأن أو الأن بشيلة ببعدها بمحية وبصرف إش ماخ دو مخست أيا زي إس مخت بس بضيف ت وعندي إير وكتير مهم نحفظ تصريف بإير اللي هو مخت كمان بضيف ت لأنه غالبا نحن نستخدم الحديث لأكتر من شخص لشخصين أو ثلاثة فما رح أحكي دو رح أحكي إير مخت وعندي زيلة الاحترام زيلة الفعل لأصله الانفينيتيف اللي هو ماخ طبعا هاي تصريف هاي التصريف بتمشي على الأفعال البسيطة الضعيفة في عندي بلغة الألمانية أفعال قوية وهي المستخدم كتير واللي هي بالحياة العامية الحياة اليومية مستخدمة وعندي أفعال ضعيفة بطبق عليها إش ماخ دو مخت أيا زي إس مخت إير مخت أما الأفعال القوية الشازة هي باللغة الألمانية تقريبا 300 فعل رح أنزل عن 300 فعل دروس كل درس بتضمن 25 فعل هاي الأفعال لأنه مهمة كتير فهي مثل فندن جهن جهن هابن هلفن كومن لغن نامن غوفن شفمن ملاحظين زاين زنجن زتسن شبرشن شبرنجن شتيلن شتابن تغفن هي الأفعال هي الأفعال المستخدمة كتير بحياتنا اليومية أكتر من الأفعال الضعيفة فهي الأفعال أنا هلأ لازم أعرف كيف بصرفها بالزمن الحاضر وأعرف كيف بحولها بالبيرفكت وبعدين كيف بحولها بالغتغتم مشان أمشي الدرس اللي بعده هلأ رح أحكي عن أفعال الشازة وتصريفها واستخدامها وبناءها في الزمن الحاضر اللي حاب يكمل الدرس معي رح يلقى اللينك للدرس اللي بعده آخر الفيديو ويلا سلام شكرا للمشاهدة